موسيقى حق لعجوز بريطانيا ان ترفع عاصها وترحل في الرابع عشر من اكتوبر قبل سبعة وخمسين عاما من عدن لتخط بذلك فاتنة البحر العربي وجنوب اليمن اهم ثورة في شبه الجزيرة العربية متخلصة من استعمار كان يراها مؤخرة لمملكته التي وصفت بانها لا تغيب عنها الشمس استعمار بنى لنفسه على يابستها مصالحه ولم يتعدها غدمة لجنوب اليمن انذاك بل انه جند لفيفة السلطانة والمشيخات لصالحه ووضع سيفه على اكتافهم خدمة لمشروعه الاستعماري الذي كان يرا في عدن مجرد طريق عبور لمستعمراته الشرقية ومهبط استراحة ليس الا فالوقائع والدلائل تقول بان الاستعمار البريطاني لم يكن يريد سوى ميناء عدن وكانت السيطرة اقتصادية بحتة خدمة لمشروع تحمله بريطانيا ومع مرور الزمن والخيانات الداخلية تمكنت بريطانيا من احكام القوضة على كامل المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن وكبل الاستعمار الانجليزي المحمية الشرقية ومستعمرة عدن بعد فصلها عن ممبي والحقها بوزارة المستعمرة البريطانية حارس الانجليز في المناطق اليمنية المحتلة لتمزيق نسيج ابناء المنطقة اجتماعيا فقد تم اقضاعهم لعدد من الممارسات السياسية التي ارتكزت على اساس واحد هي فرق تسد ليتنقل ابناء جنوب اليمن بين سياسات المعاهدات واتفاقيات الحماية وانتهاء بسياسة التقدم نحو الامام واعمال نظام الانتداب والاستشارة وبين الاحتلال والتحرير محطات متعددة سندكر اهم مراحلها في العام الف وثمانمائة وثلاثين احتل البريطانيون ميناء عدن نظرا لموقعه المهم بالقرب من خليج عدن وانشأوه كمستعمرة بريطانية التاسع عشر من يناير الف وثمانمائة وتسعة وثلاثين سيطر البريطانيون تماما على مدينة عدن حيث قامت شركة الهند الشرقية بارسال مشات البحرية الملكية الى شواطئ المدينة وكانت تحكم كجزء من الهند البريطانية الى سنة الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين عندما اصبحت مستعمرة بحد ذاتها تابعة للتاج البريطاني الخامس والعشرين من ابريل عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين وبعد اكثر من مئة عام اول اضطرابات عامة في عدن ضد الاحتلال البريطاني لأسباب عدة منها الغلاء وتدفق الهجرة الاجنبية الى عدن بتشجيع من الاستعمار الحادي عشر من فبراير الف وتسعمائة وتسعة وخمسين اعلنت بريطانيا رسميا قيام اتحاد امارات الجنوب العربي ضم في البداية ستة امارات وهي مجموعة من القبائل المتنافرة والمتناحرة وكان هدف الاستعمار البريطاني من هذه الخطوة تصفية قضية تحرير الجنوب وابقاء عدن قاعدة عسكرية استراتيجية لبريطانيا من العام الف وتسعمائة واربعة وخمسين الى العام الف وتسعمائة وستين معارك الرابطة ضد الاستعمار في الجنوب واستشهاد احد مناظلها اثناء مطاردة الانجليزله وهو هارب الى شمال الوطن الرابع والعشرين من سبتمبر الف وتسعمائة واثنين وستين وقبل ثورة صنعاء بيومين مسيرة كبرى في كريتر سميت بمسيرة الزحف المقدس ضد الاستعمار البريطاني وضد دمج عدن في الاتحاد الفيدرالي والسقوط ضحايا وفتاة عدنية تنزل عالم الاتحاد الثالث والعشرون من فبراير عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين تشكيل جبهة التحرير الاولى جبهة التحرير الجنوب اليمني المحتل في مؤتمر لمناظر الجنوب بكل فئات في صنعاء وصدور ميثاقها ونشرة خاصة بها الرابع عشر من اكتوبر عام ثلاثة وستين انطلقت الشرارة الاولى للثورة ضد الاستعمار البريطاني من جبال ردفان وبقيادة عضو جبهة التحرير راجح غالب لبوزة الذي استشهد مع مغيب شمس ذلك اليوم ومنذ اليوم الاول لانطلاق ثورة التحرير شنت سلطات الاستعمار البريطاني حملات عسكرية غاشمة ضد قبائل ردفان استمرت ستة اشهر اعتمد فيها العدو على استراتيجية الارض المحروقة وخلفت كارثة انسانية فضيعة جعلت احد اعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الاعمال اللا انسانية ليتم على اثر كل هذه الخطوات الثورية خروج المحتل البريطاني من عدن في الثلاثين من نوفمبر عام سبعة وستين اشتركوا في القناة